هذا قد وفادت وسائل إعلام سوريا يوم الأحد بمقتل القيادي في حزب الله اللبناني سميرا القنطار مساء يوم السبت في المنطقة الشرقية من العاصمة السورية دمشق جراء غارة جوية شنها سلاح الجو الإسرائيلي وعقد تصعد توتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد وقوع الحادث حيث تبادل الجانبان إطلاق الصواريخ يوم الأحد وفقا لتقارير أفادت بها وسائل إعلام سوريا كان القنطار في منطقة سكنية للدروز في مدينة جورمانا شرقية دمشق يشارك في قتال القوات الحكومية السورية وقد عربت إسرائيل عن ترحيبها بمقتل القنطار لكنها نفت مشاركتها في عملية اغتياله واحتجزت إسرائيل القنطار بتهم قتل شرطي وإسرائيلي ورجل وابنته ذات الأربع أعوام في عام 1979 وتم الإفراج عنه في عام 2008 ضمن صفقة تبادل للأسرة أبرمتها إسرائيل مع حزب الله واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو أن الجيش الإسرائيلي يتحرك في سوريا أحيانا بهدف إزالة تهديدات أمنية على بلاده وبعد مقتل القنطار تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية تم إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة بالقرب من مدينة سور جنوب لبنان باتجاه المناطق الحدودية شمال إسرائيل وردت إسرائيل بإطلاق سبعة قنابل مدفعية باتجاه مدينة سور ترجمة نانسي قنقر